أنا من الناس اللي ينادون حقيقة يعني برفع الإجراءات الوقائية تدريجيا وبسرعة حقيقة الأسباب التالية التعامل مع مثل هذه الجوائحة والإجراءات المتبعة تخضع لعدة محددات أهمها طرق العدوى كيف ينتقل المرض بمعنى لو كنا نتعامل مع مرض ينتقل عن طريق الهواء يصعب السيطرة عليه جدا أو نتعامل مع مصدر محدود كمثلا الكولير عن طريق الماء أو غيرها بينما في الكورونا أو الكوفيد نحن نتعامل مع مرض ينتقل عن طريق الروذات بمعنى أن القفازات زائد الكمامات زائد المطهرات سوف تمنع تقريبا 80 أو أكثر في المئة من الإصابات المستجدة جميل ثاني شيء ضراوة المرض ما هو نوع المرض الذي نتعامل نحن نتعامل مع مرض لا ثبتها علميا نحن نعشدين إلى أربعين في المئة من الإصابات لا تبدو عليهم أن يتعرض حتى لا يعلمون أنهم مصابين و 85% من المصابين لا يحتاجون إلى أي رعاية طبية على الإطلاق بينما 90% من المضاعفات التي حصلت هي لفئة محددة ومعروفة لبجال الطبي هذا الشيء الشيء الثالث ملاءت الجهاز الطبي كلنا نعرف ماذا حصل في إيطاليا في أسبانيا عندما اضطر الأطباء إلى اتخاذ قرارات مصرية وقد تكون أخلاقية لمن يعطونه جهاز التنفس الصناعي بينما عندنا ما نتكلم مثلا عن السعودية ومعظم دول الخليج وربما بعض الدول العربية إلى الآن لم يتم استغلال سواء أقل من 5% من الطاقة الاستيعابية للعنايات المركزة بمعنى أن النظام الصحي متماسك جدا وقوي هذه نقطة النقطة ما قبل الأخيرة حقيقة اللي هي الناس المتأثرة بالمرض يجب يكون في التفريق ما حصل في إيطاليا في أسبانيا في الولايات المتحدة في الصين يختلف عن ما يحصل كل بلد لها طبيعتها وتركبتها السكانية عدد الوفايات مثلا في السعودية وفي معظم الدول العربية هي أقل من 1% في السعودية تقريبا 6-62 في الألف بينما مثلا في إيطاليا تجاوز 7% هذه محددات يجب على كل بلد أن تأخذ اختياراتها بناء على معطياتها المحلية